الطفلة أزل بعد أن بلغت من عمرها ستة أشهر بدأت مع المرض والمعاناة من خلال المراجعات إلى الأطباء والمستشفيات اكتشفت عائلتها مؤخرا أن ابنتهم أزل أصابها مرض ضمور العضلات الشوكية من النوع الثاني وهو مرض نادر وخطير حيث بدأ بشل حركتها تدريجيا بلشنا نراجع الأطباء لم تكن عمرها ستة أشهر وأغلب الأطباء كانوا يقولون أنه هي طفلة سليمة ما بيها شيء إلى أن طبيب واحد اسمها عهد العبدالإله شخصها بمرض ضمور العضلات عن طريق تحليل الجيني من انثبت عندها المرض أحنا بلشنا الراجع بلشت معاناتنا بدلا من وزارة الصحة راجعنا بها أكثر من مرة دائرة صحة الأنبار وغيرها وغيرها فالعلاج أبد ما متوفر هنا حتى واحد من الأطباء الراجعة قال للوزارة إذا جابت العلاج فهي رح تتأخر يعني تكون فرصة أزل لنفايتتها وهي أزلها سنة وثمانة أشهر وقال لحد عمر السنتين هو يسمح به أخذ العلاج بعد السنتين ما يسمح بأخذ العلاج اللي هو الزارة الجينيزمة لم ينتهي الحال بذويها بعد اكتشافهم لمرض ابنتهم من هنا انطلقوا بالبحث عن علاجها الباهض للثمن وهو عبارة عن حقنة تكلفتها 2 مليون دولار ومن ضمن شروط علاجها على أن لا يتجاوز عمرها العامين هذا المرض تراجعي يعني الطفل كل ما يقدم بالعمر كل ما حتى يبدو السوء إلا أن توصل مرحلة يعني الوفاء إذا ما أخذ علاج طبعا هذا المرض ما لعلاج بالعراق العراق لحد الآن ما استورد هذا الدواء مع العلم أنه دول استوردته يعني دول الخليج بصورة عامة الإمارات قطر السعودية الكويت عمان كلهم استوردوا هذا العلاج حتى مصر اللي هي دولة مودة ولا غنية يعني دولة متوسطة الإمكانيات استوردته لأطفالها مبادرة أطلقها عبد الفتاح السيسي العلاج هذا الأمراض بالمصر بالعراق لحد الآن ما كواهي استجابة أكو بعض مني راجعنا وزارة الصحة يقولون يريد أن يجبون شراب بس هذا الشراب ما يعالج الحالة يعني هذا مجرد يمكن يخليه على قيد الحياة مو أكثر وتصدرت قصة الطفلة أزل مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو نشرته والدتها ناشدت خلاله الحكومة العراقية ووزارة الصحة والمواطنين للتبرع لعلاج ابنتها حيث لم يعد يتبقى لعلاجها إلا أشهر فقط لجمع تكلفة الحقنة وإنقاذ حياتها من الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير